موسيقى 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 ومن بعد كان الحوار بين الدراك والشخص الموقوف على أساس أنه الكمامة من بعد اتطورت القضية إلى تفتيش تبين حيازة الشخص الـ 15 جرام ديال المخدر ديال من الشيرة حيازة السلاح الأبيض وحداءين رياديين بالإضافة إلى بطاقة ائتمان تخص إحدى السيدات بتجربة في إطار الحوار ديالنا مع بعض الأشخاص المبتزين كيقول لك هذا شيء ما عندكم كدر تصوره ممكن شواء المخزن أو الشرطة القضائية ما يمكن شواء توصلنا أو لا إحنا يديرين هذا شيء كل شيء مزيف لا من خلال الفوكونط ولا من خلال الحسابات الوهمية للأسف هاد الناس غلطين بزف على أساس أن الشرطة العلمية أو الشرطة الإلكترونية أو الشرطة المكلفة بالجريمة المعلوماتية أكيد عنده آليات ديال البحث التقصي وتتبع الآثار المعلومات الرقمية ديالجميع مرتدي المواقع والصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي العيب والعار على أساس أن الضحايا هم ليما كيتقدموش بشكايات واقع الحال بالنسبة للملف ديالنا اللي هو رقم 201 على 2301 بـ 2020 بالنسبة للي تم إصدار الحكم في البارح الدفاع ديال المتهمين المعتقلين يقولوا أو دي ما كنش هناك طرف مدني ما كنش هناك ضحية ما كنش هناك شكية شكاية مقدمة ضد الأشخاص المعتقلين وبالتالي التمثلهم البراءة أو التخفيف مراعاة الظروف ديالهم نحن كمركز دولي الحمالي المتزل الإلكتروني كنقولوا بأن الجريمة ما يمكنش أنه غير ما بتزوش ما غريبة وما أدراك لأن ما تمش تفريغ ديال الأواتف ما تمش تفريغ ديال الحاسوب وبالتالي معرفة واحد مجموعة ديال الفيديوهات اللي ممكن أنها تكون أدلة قاطعة بالإضافة إلى القراءة اللي تبعت النيابة العمى المعتقلين كي يصور لك لاليست ديال فيسبوك ديال لزامي ديالك وكيلو حوم لك يقول لك كاملين بيوم قد توصلوا بهذا الفيديو يدخل اليوتيوب ويضر الإيماج ويضره بريفي والأسف أن هذه الدهشة التي يكون فيها الضحية ويشوف الصورة دياله في اليوتيوب ولكن ما ينتبهش بأنها أصلا هذه الصورة لا يشوفها إلا هذه الأرنك لأنها أصلا بريفي من ما يبغي شيء أو يدخل معها في تحدي يرجع من بريفي وبالتالي يمكن يشوف الناس كاملين واحد مجموعة دياللي ترك لي ممكن في واحد الظرفية معينة في واحد الوقت وجيز لي ممكن السيطرة على العقلية ديال الضحية والردوخ أو ما كيخليش النسبة ديال الاختيار إما غد صيفة الفلوس إما غنشر كما وقع مع الحالة ديال واحد من الإقليم ديال مدينة العريش لي كمركز مغربي توجهنا بشيكاية لسيد رئيس النياب العمى مدينة الرباط توجهنا بشيكاية لسيد وكيل الملك المحكمة الابتدائية ننتظر اتخاذ الإجراء المتعين لتحرير محاضر باسم المركز المغربي ترجمة نانسي قنقر